برنامج منشات المساة تحيات مني ألان زغيب عيسى من زميلي على التنفيذ جوزاف كريم ضيفنا بحلقة اليوم الكاتب السياسي أستاذ مونير الربيع أهلا وسهلا فيك أهلا نوسا في كتير أمور نبحثها نحن وياك بهالحلقة طبعا شفنا التحركات على الأرض موضوع الليرة دخ الدولار إلى آخره لنشوف شو مصير الحكومة أيضا إذن ماذا بعد؟ هل من انهيار أكبر ينتظرنا؟ هل سنصل فعلا إلى النموذج الفينزوالي الضغوط تشتد على حزب الله وتاليا على لبنان قانون قيصر في المرصاد والحكومة لا تحرك ساكنا لا إصلاحات يعني لا مساعدات تحت هذا العنوان يتم التعاطي مع لبنان وطالما أن الحكومة لا تقدم على أي إصلاح مطلوب فلن يصدر شيء عن صندوق النقد أو سواه المشكلة اقتصادية ومالية ولكن أيضا سياسية فطالما أن حزب الله يمسك بالحكومة لن تصل أي مساعدة للبنان وسنختنق أكثر فأكثر أما الحكومة فلا شغل لها سوى الحديث عن مؤامرات وعن مخربين وعن انطلاق المعركة ضد الفساد هل سينفع ضخ الدولار لإنقاذ الحكومة من السقوط وهل سينفع أيضا توزيع الاتهامات على المخربين أهلا وسهلا فيك أستاذ مونير الربيع بصوت لبنان يعني قبل شوي صدرت دعوة لاحوار بقصر بعبدة فجأتنا اللي ما كنا يعني متوقعينا شو برأيك هايدي كمان شو الهدف منا التنفيس الضغط الضغط أعتقد هذه الدعوة أول رد على أحد الأسئلة يلي طرحتها بالمقدمة شو مصير الحكومة ما في حكومة الحكومة هي حكومة تصريف أعمال بياخد شوية قرارات شوية تعيينات بيطلع رئيسها كل يوم والتاني بيحمل المسئولية للآخرين هادي الآخرين يلي نفسهم رئيس الجمهورية أيضا بيحملهم مسئولية الانهيار والسياسات وكذا هلأ عم يطلب منهم يطلعوا يجتمعوا فيه لعقد اجتماع للتباحث بالأزمة بالمخاطر يعني وقت المنابر والقرارات بيطلعوا بيشنوا هجوم على كل القوى السياسية الأخرى و يحق الاستحقاء وتصير لحظة الجد تعود دخيل جرايكون نشوف شو بدنا نعمل ونتشاور كلنا سوا ونضب الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية وإلى ما هنالك رح يلبوا الجميع برأيك فيه مبادرات سياسية عم بيقوم فيها الرئيس بره لتذليل العقبات يعني فيه لازم المعارضة كمان وتفكيك الألغام عن طريق بعبدها فيه ألغام كتير مزروعة على الطريق طبعا رئيس الجمهورية لا يريد تكرار تجربة الاجتماع الماضي الذي دعا إليه وقاطعته الكثير من الشخصيات نعم يعمل الرئيس نبيه بره اليوم التقى الرئيس سعد الحريري أمس كانت المصالحة الدورزية غدا سيلتقي شخصيات أخرى من مختلف القوى السياسية بما فيها القوى المسيحية المتعددة للبحث في إمكانية إنجاح هذه الدعوة هذه الدعوة تهدف إلى ليس فقط الإقلاع أو سقوط ذرائع تحميل المسئولية إلى الفريق الآخر لأنه أساسا هذه الحكومة ما عملت ولا أي أرار ولا أي خطوة تتعارض مع سياسات الحكومات السابقة مديونية بمديونية البحث عن حصول على قروض نفس اللي كانت تعمله الحكومات السابقة وبالتالي هي ما بتختلف إلا بال بالأسماء بالكلام وبالأسماء وبالأشكال طبعا ولكن بالكلام هني بيدعوا إنهم بيختلفوا نعم هذه الدعوة بتأكد العودة إلى مركزية أساسية يقول من خلاله مختلف القوى السياسية أنه تجربة التكنقراط سقطت هذا البلد لا يدار إلا بالسياسي خصوصا هذه الأزمة لا تدار إلا بالسياسي والدليل كل الأقطاب السياسيين رؤساء حكومات سابقين رؤساء جمهورية سابقين بس هم أن التكنقراط مضبوطة بغض النظر شو ما اخترعوا له وشو ما سموه وشو ما عمله وشو ما رشو بهار عليها وشو ما عمله هني مسمينا تكنقراط يتحدث رئيس الحكومة أنه هي حكومة جاءت من رحم 17-20 وعن هناك انقلاب تتعرض له هذه الحكومة الانقلاب صار على 17-20 فأوقع نفسه بالتناقل المشهد اللي صار بالأيام الماضية هو انقلاب على 17-20 وعلى مشهد 17-20 هو جاء يقول أنه هو عم يتعرض لانقلاب وبالتالي نقض نفسه بنفسه يعني قلت أنه نتقى الرئيس بره بالرئيس الحريري وكان فيه مصالحة درزية درزية يعني بتعتقد أنه صارتنا ضامنين إلى حد ما حضور الحريري مثلا وجوم بلاط على الأقل أو بعد مش مؤكدة ما بدي يقول يعني حددوا موعد بـ 25 صحيح هلأ رجعت لع خبر من أصر بعبنا أنه لا ما بدنا نحدد بشكل رسمي قبل ما نضمن مشاركة كل القوة هيدا الشي اللي عم يعملوا الرئيس بره هلأ بتنجح ما بتنجح ما بعرف بس أنا بتخيل أنه رح يصير فيه تواصل في سبيل عقد هيدا اللقاء أولا الذي سيشارك من المعارضة والذي كان يتهم سابقا بإمكانه أن يذهب إلى بعبنا ويقول يعني أنتوا سبيتولنا وبتكن تحطونا بالحبوسة وبتكن تشيلوا وتحطوا وتطلعوا وتنزل والدني بتبلش عندكم وبتخلص عندكم أكس العالم كله مارئ من عندكم طيب وبالآخر ليش هم تبعطوا ورانا جيتوا كابتل كونترول مال منهوب ومال موهوب هير كات تهديد بالقضاء تهديد بالحبس وبالآخر راحوا كلهم نطاروا نحطوا على جنب سرنا بدنا نعمل لمية يا شباب اللي معوا إرشان خلونا نعمل صندوق ندعم هالخطة على أساس أنه عشر مليار من صندوق النقد وهي كله أرقام غير واقعية وعشرة مليار من سادر أو 11 مليار من سادر وتسعة مليار على أساس بيجوا من هيدة اللمية يلي ساعة بيسموها استعادة أموال منهوبة ساعة بيسموها استعادة أموال موهوبة بالآخر صاروا يشوفوا مين معه يتبرع صار بدون منه حسني بعد ما كانوا عم بيهددوا وبكل الأحوال لا سادر جاي منه شيء والمفاوضات مع صندوق النقد على ما يبدو إنها فرطت بالإضافة إلى هيدة الصيغة يلي هي منعم اللمية من هون ومن هون أيضا ما زبطت وبالتالي لابد من العودة إلى السياسة إلى الواقع من يدير السياسة بواقع هو الرئيس نبيه بري أصبح ملجأ للجميع ملجأ لحزب الله ملجأ للطيار الوطني الحر الذي كان أيضا يهاجم الرئيس نبيه بري وملجأ لرئيس الحكومة حسان دياب الذي زاره مرتين علما أنه فيما قبل كان يندمج تماما مع سياسة رئيس الجمهورية في مواجهة الرئيس المجلس حكومة تفصيل الحكومة تفصيل ما بتخيل في حدا من مصلحته حاليا يفكر بتغيير الحكومة فلتبقى هذه الحكومة على الأقل بالمنطق الواقعي بالتكتيك السياسي أي طرف سياسي من مصلحته يخلي هذه الحكومة مترس تاكل هي الأقواس أحسن من ما أنه هو يتنطح ويجي يعمل حكومة حكومة رح تكون إدارة تفليسة أو إدارة انهيار وبالتالي الحكومة هي تفصيل بكل هذه المعادلة عندنا ثلاثة إشياء بياخدوا قرارات بهذا البلد إما اجتماعات ثنائية أو ثلاثية أو ربعية تعقد قصر بعبدة سواء كانت اجتماعات مالية أو اقتصادية أو سياسية الشغلة الثانية المجلس الأعلى للدفاع والشغلة الثالثة هي الطاولة يلي رح تنعقد الأسبوع المقبل يلي بتأكد أنه الحكومة غير قادرة على القيام بمهامة وبالتالي لابد من عقد جمع جمع كل القوى والأطراف الشغلة الثالثة والأهم بخلفية هذه الدعوة هي هناك احتساب تخوف ترقب لما سيأتي من مندرجات قانون قيصر والعقوبات الأمريكية والضغط الأمريكي الذي سيتكثف خاصة بعد الإصرار والعناد على إقرار التعيينات الأسبوع الماضي نعم رح نحن نحكي عنه ثم تمن ندم على إقرار التعيينات ندمه واعتبر أنه استعجل لأنه تلقى رسائل شديدة اللهجة يريد البدء بلملمة الموضوع لملمة الموضوع يبدأ تبدأ بفتح قنوات التواصل مع الجميع لتخفيف التوتر خشية صدور عقوبات جديدة تطال رجال أعمال وشخصيات مقربة من العهد من العهد من العهد من حلفة يعني محزب الله طيب كمان من يومين اتخذ قرار بأنه من نضخ دولار بالأسواء يعني كانت بأجواء من بعد ما صار فيها التظاهرات التخذ الطبع عنفة بعدين صار فيه شائعة بالسوق أنه من ننقيل حاكم مصر في لبنان صار الاجتماع واتفق على ضخ الدولار الدولار يمكن كمان حفاظا على الحكومة لأن حسو وضع الحكومة مش مريح أول شي هيدا الأرار يعني من الناحية الاقتصادية لا يستنزف آخر يعني بعد فيه إذا بعد فيه شوية مصاري وهل عنده يعني دولارات قده بيضاين قديش بيضاين ما عندي الخبرة قول قديش بيقدر يضاين لأكيد أنه هيدا الدولارات يتم ضخة من الاحتياطي الموجود في المصرف المركز الجميع بيعرف أنه هيدا الاحتياط اللي موجود بالمصرف المركز هو من ودائع الناس طيب إذا كانت الغاية والهدف هو ضخ هذه الدولارات في الأسواق ليحصل عليها الناس وبالتالي تخفيف ارتفاع سعر الدولار تخفيف الحد من ارتفاعه وتريح السوق وتنفيسه إلى حد ما تنفيس الغضب الشعبي كمان بيقدر يضخ هذه الدولارات بالمصارف والمصارف تعطي كل موضع بالدولار جزء من حسابه أو القيمية اللي بتطلع له هيدا المنطق الطبيعي إذا كان هيدا الهدف بالدولار يعني بيعطوه جزء من حسابه بالدولار مش نعم يعطوه دولار للصرفين صح كان الأولى يعطي المصارف والمصارف تعطي الموضعين يعني أنا عندي حساب بالدولار مش قادر جيبه يعني يدخوا يدخوا كأيديعات صحيح وكانوا وصلوا على السوق الطريقة اللي عم ينشغل فيها بتقول إنه الهدف هو غير هيك ليش الهدف غير هيك الهدف غير هيك لأنه في قوة وأطراف مانا قادرة تتعطم على المصارف مش قادرة تحصل على مصاري من المصارف بسبب الضغوط بسبب العقوبات بسبب التشديد هني بدون دولارات جي نعمل نصيغة الصرفين طيب تمدخ دولارات للصرفين وأساسا لا مصارف لبنان ولا حاكم مصارف لبنان ولا الأمة اللبنانية مع الاعتذار على التعبير مجتمعة بتقدر تعمل شي بموضوع الدولار وبتقدر تستمر بضخ الدولار اللي رح يندخ هو كميات كتير بسيطة لا اللبناني بيشعر فيها ولا التاجر رح يشعر فيها ولا أي أحد رح يشعر فيها أصلا ما عم يعطوا اللبنانيين إلا بقال شرط و شرط وكان كلام اللبناني يعني قصدي الشعب اللبناني كان كلام الصرفين الفئة ألف واضح أنه نضخ هالقد ما هدوا ساعة أو نص ساعة ونص ساعة هني بس لا ينعدوا أول دقيقة كانوا رايحين الدولارات فهيدي الدولارات إلى سوق معروف لوين عم بتروح وهيدي منع عملية لا بتريح الدولار بالسوق ولا تؤدي لا إلى الحفاظ على ميزانية مصر في لبنان ولا ميزانية الدولة ولا بتهدي الوضع الاقتصادي ولا بتهدي الوضع المالي القصة بمحل تاني لو كان الهدف برجع بقول تريح اللبنانيين كانوا بيقدروا يبعثوا هيدا المصريات على لبنوكة والناس بتحصل دولاراتها من لبنوكة لو في دولارات أصلا ما كنا وقعنا بالأزمة أصلا هو ما في دولار حتما ما في دولار عم نقول هو عم يصرف من الاحتياطة والاحتياطة اللي موجود هو من وداع الودائع المصادرة بس هو اتخذ هيدا القرار يعني كمان يمكن لأسباب سياسية أكيد جزء من بهلوانيات الحكومة ياللي كل يومين وثلاثة بيطلعوا بيهددوا انه بدون يقيلوا وحاكم مصرف لبنان شوي بيتراجعوا هيدا بيقول مش أنا قلت وهيدا بيقول مش أنا قلت ما رح يتأخروا ويدفعوا ثمان أخطأ ثلاث مرات أنا ما رح فوت بهو يعني هو انضغط عليه لا يقبل بهالقرار هو انضغط عليه وأخطأ مثل ما انضغط عليه قبل وعلى المصاريف الآخرين لا يستمروا بتديين الدولة وما أخدوا موقف طبعا هو بقانون هو مجبور يأمن أموال للدولة اللبنانية بس كان فيه خبر العالم شو عم بصير أولا هو يتأخر لحكي ثانيا طبعا فيه الكثير من الملاحظات على أدائه بسياسته النقدية وسياسته المالية وكل سياسته يلي مش من اختصاصي بس أنا عم بحكي بالوجهة العامة أخطأ لما ما حط الناس بصورة واضحة شو عم بصير بظل يقلون الليرة بخير الليرة بخير ومعنى احتياط بالعمل الصعب مية بالمية أخطأ المرة التانية لما فات ببزار وبتفاوض مع الحكومة نفسها ومع رئيس الجمهورية وفيما بعد تم الضغط عليه لإيقالة ورجع ردخ للمرة التالتة ورجع قال لهم أنا راح ضخ دولارات بسوء وبالتالي أخطأ ثلاث مرات هذه المرة تجنب الإيقالة لهم ما بيقدروا يقلوا حتما عم بيجربوا يلاقوا مئة ألف صيغة سواء لا يطوقوا أو لا يضغطوا عليه أو لا يجبروا يعمل إشياء يمكن هو مش قادر يعمل لماذا ما بيقدروا يقلوا قانونا ما حدا بيقدر يقل حاكم مصر إلا بسببين أساسية قانون النقد والتسليف يعني بيقدروا إلى أول صيغة كان عم ينبحث عن فتوى قانونية يأما تثبت إليه هو ما بيقدروا يقلوا سياسيا لا 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 قانونا ما بيقدروا يقلوا قانونا يقال بحالتين إما مرض يعني ما بيقدر يمارس مهامه أو إثبات على جناية يعني مخالفة قانونية بقلب مهمته إذا بدنا نفوت على المواد القانونية ما منخلص لم نخلص تفسير ولا منخلص استشارات قانونية وإلى ما هنالك وهذه بيأخذ وقت طويل كان في تفكير بفتوى أن الجهة اللي عينته إلا تقيله وصلت لحية مسدود نرجع للاعتبار السياسي اللي هو أنه اللي ندم على إقرار التعيينة المالية لن يجرؤ على الإخدام على إقالة حاكم مصروف لبنان في هذا الظرف أولاً لما سينعكس على أكثر لما سينعكس أكثر على التدهور والإنهيار الحاصي ولما سيكون له ارتباطات والتبعات لها علاقة بالسياسة الأمريكية في لبنان نعم تعتبر أنه هيدا الموضوع ضخ الدولار يمكن يسرع الإنهيار اللي نحن خفاني منه مش هيك؟ بحسب خبراء اقتصاديين نعم طيب حكينا أنه يعني صار فيه التعيينات المالية وعن بتقول حضرتك أنه ندمه يعني ندمة الحكومة على التعيينات ربما مش الحكومة ما بعرف إذا الحكومة عارفة شو عم بصير يعني بس أنه يعني مين ما نياقف وراء على التعيينات لك أكثر طرف كان متحمس للتعيينات والسيطرة على هذه المواقع ندي طيب بس أنه هيدا الطرف يعني هو بمواجهة مع مع واشنطن تنقول يعني السفيرة الأمريكية ويعني واشنطن معروفة أنه كانت يعني ما بتريد هيدا التعيينات وكان فيه عندها اسم صحيح طيب وصار فيه اذا فينا نقول يعني تحدوا هالإرادة وجيبوا أشخاص آخرين اليوم كانوا طوقوا للحاكم يعني إذا بدوا يتاخذ قرار صار فيه تصويت الأكثرية بتروح لقبلهم طيب هون شو بدي يكون رد الفعل الأمريكي يعني بيعتقد تم أبلغ موقف يعني مستاء من قبل صحيح أبلغ موقف مستاء من هذا الإجراء من هذا القرار ولذلك قلت أنه ندمه وأعتقد سنلتمس تبعات ذلك في الأيام المقبلة بصدور أسماء لرجال أعمال خارج لبنان محسوبين على العهد على لائحة العقوبات كرسالة كرسالة تحذير شديدة اللهجة وكرد أول على هذا الإجراء بما معناه أنه العقوبات اللي كانت مأجلي لتموزه قاب تم تقريبا لتكون في فاتحة قانون قيصر تخذ هذا أرار التعيينات هيكي أو ثم التفكير فيه يعني اليوم هل فينا نقول ندمه أو هنه أخذين أرار عسابة تصور وتصميم بالمواجهة يعني فيه خياران قدام حزب الله تنقول يعني يا بده يضل يسير إلى حد ما تخفيفا العقوبات يا بده حزب الله ما عم بسير يا بدنا نروح بالمواجهة بعد ما سير يمكن بيقول لك بواجه شو بيعمل لو وضي حصة التعيينات أولا أولا عقوبات جاية عم نحاول يعني نفكر بطريقة أخرى التعيينات اللي صار فيه طرف لهو تيار الوطني الحر اعتبر أنه هيدا الحكومة وهيدا الظرف هو الفرصة المناسبة لنحقق الانقضاد على القطاع المالي بالبلد منكون حققنا ما زبطت معهم بمحل واحد هو بس بقيادة الجيش شي لقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية بيكونوا اعتبروا أنه نحققوا السيطرة على القطاع المالي بالدخول إلى مصرف لبنان والسيطرة عليه بعده الحاكم عقبي طبعا بس تطويقوا بيكونوا حققوا السيطرة على القضاء ومسيطرين على اللعبة السياسية كلها بالبلد وبالتالي بيكونوا حققوا هيدا الثلاثة اشياء يلي بتمكن من تقبيد الاستمرارية داخل بنية الدولة اللبنانية وتبقى مؤثرة إلى سنوات وسنوات مقبلة فاستعجلوا لإقرار هيدا التعيينات بدون أي احتساب هيدا الاستعجال على الرغم من أنه انطلقوا رسالة نعم هيدا قرار من التيار الوطني بس نعم عمضة كان فيه قرار واضح من عند الحزب هيدا الشي بالدنيا الامريكيين نحن بدنا نعمل للعكس بدون هيدا الاسم نحن ما بدنا هيدا الاسم طالما مش متفقين على الاسم بفضلوا تتأجل لا مش رح تتأجل هلأ بدنا نقر مشي حزب الله بهيدا المواجهة وهو مشي بالمواجهة بأكتر من ملف هيدا الملف الملف بالحكومة كمان مشي بالمواجهة يعني لما جيبوا حكومة من طرف واحد من قبل بس لا لا عم بحكي عن هلأ نعم لأ هني اجت الحكومة وقيل انه فيها وزراء معهم الجنسية الامريكية ربما بتكون صلة واصل مع الامريكيين قدمنا اوراق اعتماد قدمنا رسائل مش اوراق اعتماد قدمنا رسائل قدمنا مؤشرات اطلقنا صراحة الفاخورة بعده الامريكي ماشي بالضغط زيته بس كان عم بقل له انه بدي شوف شو بدأ تشتغل هالحكومة لنقرر بس عم بحكي بالسياسة اليوم اخدوا قرار مواجهة برأيك خليني كفي لما قدموا كل هاي دي الاشياء الامريكي لم يستجب مش هيك وصل الحزب لمرحلة بدون هيك لا نحنا بدنا العكس ونحنا بدنا نمشي بالعكس وخلينا نشوف شو بدون يعملوا شو بدون يعملوا شو بدون يعملوا العقوبات هو ما اعتبر انه هو عم يتعرض للعقوبات وبالتالي لن يتغير نعم صعد من المواجهة بالقصة يلي صارت هاي ديك اليوم حاول حاكم مصر في لبنان انه انت الامريكان منعينك تضخ دولار ممنوع نحصل على دولارات من قيله يا اما كذا يا اما كذا وصلوا لاتفاق معه وطبعا الحاكم ما انوش قادر يعمل شي وصلوا لهيدي الصيغة قديش رح تمشي هايدي الصيغة قديش رح تضاين هايدي الصيغة شو بتعمل هايدي الصيغة هيدا بحث اخر ولكن بالتأكيد ما رح تمشي ما رح تنجح ما رح تخفض سعر الدولار وبالتالي رح نرجع نشوف مشكل جديد التصعيد التالت يلي عمله الحزب هو الاشارة يلي طلعت بستة ستة يعني ليلة التظاهرات يلي وطرت الاجواء ببيروت اتنين طريقة اخرى اشتغل فيها الحزب بذكة ويلي هي التظاهرات يلي صارت ليلة الخميس بعد ما ارتفع الدولار اجوا الشباب من الضاحية ومن الخندق الغمي ومن هايدي المناطق وسلموا على السوار وتباوسوا هني وياهون كانوا السوار قبل ما يجوا المناصرين للحزب ولحركة امل عم بيطالبوا باسقاط الحكومة واسقاط العهد بعد دخول الكثرة من قبل جمهور حزب الله ومناصري حزب الله تحول الخطاب من ضد الحكومة وضد رئيس الجمهورية الى ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان ادر الحزب بذكة ياخد التحركات من محل على محل اخر صارت المجموعات الباقية الاخرى ضاعت طيب ما بقبينت المؤشر الثالث يلي عمله الحزب نعم هو المشهد يلي صار ليلة الخميس الجمعة هذا عمل الحزب او عفوا ليلة الجمعة السبت يلي صار انه انا عندي ثلاث خطوات بقدر اشتغل فيهم الهدوء انا بكمشو الهدوء من خلال نشر الشباب يلي نشروا نشرت صور لقلهم على مداخل بيروت وعلى مداخل الخندق الغميق والضاحية الجنوبية ممنوح حدا يطلع يعني انا بضمن الاستقرار وانا بمسك الاستقرار تخريب وفتني انا لا لا بتكون تهددوني بالفوضى انا اللي بقدر سيطر على الارض وعلى الواقع تظاهرات انا اللي بقدر اخدوا التظاهرات وسيطر عليها وكنا شفناها مش بس ليلة الخميس حتى بتظاهرات يوم السبت ويوم الاحد شفنا شوية اشكالات صارت بقلب الساحة بين من يريد رفع شعار الخمسة وخمسين وسلاح الحزب ومجموعات اخرى جاءت وطوقت وانقضت عليه واخرجته ربما من الساحة وبالتالي بقيت الساحة تحت شعار مطلبي ضد المصارف ويؤيد حسب ما قاله سلاح المقاومة فعمل الحزب هايذي العملية كلها لا يقول انه انا اللي اخدت كل شي وانا اللي بسرط عم دير القضية ماسك المفاصل كلها هيدا التصعيد بيجي دومان تصعيد اكبر ايراني بكل المنطقة شفنا اطلاق صاروخين فاليستيين من عند الحسيين باتجاه الرياض هيدا مؤشر للتصعيد وكنا عم نشوف بالعراق كل يوم والتاني بينزل صاروخ او قذيفة او بينفجر لغم او عبوة سواء بمحيط قاعدة التاجة العسكرية او بمحيط السفارة الامريكية او بقلب المنطقة الخضراء وبالتالي هيدا الثلاث اشياء كانت مرتبطة ببعض البعض تؤشر الى ان الايراني الذي يتم تهديده بقانون قيصر وبالعقوبات وباستمرار التصعيد هو قابل لارسال رسائل مضادة ومباشرة اوكي يعني هالرسائل وصلت لما يعني يعني يون الامر يعني قال لهم انه انا بيسك الارض يعني بدون يحكوا معه او انه عبقلولون تب شو فيكن تعملوا غير العقوبات نحن منتحمل العقوبات قد ما طال الزمن صحيح هلأ العقوبات مستمرة العقوبات ستنعكس كما تنعكس على حزب الله علما انه عنده مقاومات سمود وقدرة اكتر لانه اولا اهلا سيدنا صلى الله عنا دولار عنا منظل نقبض رواتب منظل امنين حالنا هيدا رح يقابله مزيد من الانهيار على صعيد الاقتصاد اللبناني والوضع المعيش اللبناني ولكن نحن بمعركة سياسية مفتوحة لم تعد تقنية لم تعد الى علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد لم تعد الى علاقة بكل هيدا التفاصيل التقنية المعركة سياسية بالمحصلة هل نذهب الى مفاوضات ايرانية امريكية حتما سنذهب الى مفاوضات ايرانية السؤال متى وكيف وعلى اي اساس الضغوط تشتد المطالب الامريكية مرتفعة السقف جدا تتعلق بتحجيم نفوذ ايران في المنطقة البحث بموضوع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله ترسيم الحدود ضبط الحركة بين لبنان وسوريا وصولا الى ما يقول الامريكيون لا ما بعرف اذا رح يعملو ولا مش رح يعملو او بيتحقق او ما بيتحقق لهو قطع طريق طهران بغداد دمشق بيروت نعم طيب استاذ مونير ربيع قلت باول حديث انه يمكن عم يندموا على التعينات المالية ولكن كمان رجعنا استعرضنا او استعرضت حضرتك شو هي النقاط اللي عم بيصعد فيها حزب الله طيب هو بيعتبر حاله بهذا التصعيد ربحان صح او رأ صح يعني كيف لش بدي يكون ما قلت انه الحزب لندمان على التعينات طيار طبعا ما صميتلك انه الرد رح يكون على رجال اعمال مقربين من العهد فهن اللي اللي ندمانين على التعينات ندمانين ومش ندمانين بنفس الوقت يعني ندمانين خيفانين متهيبين اللحظة ولكن هن معتبرين انه سيطروا على مفصل اساسي بقلب القطاع المالي بلوبنان وتانيا هنه كانوا معتبرين انه بالاخر بالاخر لو شو ما صار بدنا نوصل لمحل ولبنان ما رح ينترك ورح يرجع يجي مساعدات وبالتالي منصمد هيك بعتده هاي دي المرحلة بس منكون حطينا جماعتنا بقلب المفاصل الاساسية وصرنا يعني وفيما بعد منشوف شو بيصير صرنا يعني الاقوياء اللي بده يصير الحوار اكتر معنا يعني كل ما يواحد يكون قوي وفارد حاله على الارض بصير هو المحاور طبعا هي لعبة تجميع وراء يعني بدل ما حزب الله يترك ورقة ترسيم الحدود والصواريخ ورقة أولى على اذا بدك على برنامج التفاوض لا هلأ صار عندك التعينات عندك التلوح بإقالة سلامة عندك لاني حط خطوط أبامية كتيرة صحيح عندك الحكومة اللي هي خاض على بيع وشرا كما بفاوض على الحكومة فيه فيش بغيرة مش ضروري هلأ فيه ما بعد بس انه هو عم بيجمع اكبر عدد من الأوراق لحتى يقدر طيب يلعب بهذه الأوراق قبل ما نوصل للورقة الاستراتيجية يلي رح تكون مرتبطة بالملف الإيراني طيب التحركات اللي صارت على الأرض ليل الجمعة السبت اللي صار فيها تخريب كبير ببيروت ومن بعدها بعتقد صارت قصة الاجتماع وحكي الرئيس الحكومة انه فيه مؤامرة على الحكومة والآخره يعني اي مؤامرة على الحكومة لحظة مش معهم ما هي لعبة لعبة معهم كيف لعبة تطول ما عم نقول يعني هن بلحظة كانوا كأنه خايفين على الحكومة لا 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 كل التظاهرات قلنا نزلي التظاهرات لأنه نحكي أنه فيه ناس معينة من فئات معينة هي عم تنزل تكسر مين؟ يعني مش حزب الله ايا فئة شو هالحكي طيب اذا اوكي ماشي ليش حزب الله نشر جماعته على حزب الله وحركة أمل نشروا جماعتهم بمحيط الضاحي وبمحيط الخندق الغمين إذا جماعت بهاء مثلا هو اللي عم بيكسر هيك عم نقال نو مين اللي يكسر مهما هو ما هو واحد زي الوعد بيسوي اتنين انت برأيك مين اللي خرب لا حقل لي ما هني عم بيقوله يعني اليوم لما الرئيس الحريري يجتمع مع الرئيس بري ويقوله نحنا ما بدنا فد ناس النية شيعية طيب مين بيكون خرب يعني أكيد مش السنة صار في عدة أشكال من يعني أكيد مش السنة صار كله واضح لواني بيوصل ولكن هيدا التخريب عم نقول هل هو منفصل عن البقوية يعني حدا آخر قام به لا 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 للضغط على الحكومة لا 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 سياء موجود هلأ بيكون فيه شوية ناس من هون ومن هون بيتحمسوا زيادة وكزا بس هادي بيكون وفراطة بقلب السياء طيب لك كان لاش حكي رئيس الدياب عن عن شيء عم نقولك ناقد نفسه بنفسه تتناول الحكومة ناقد نفسه بنفسه إلا إذا عملتوا شخلفاء وهن عم يتآمروا على الحكومة ما بعرف إذا عندوا شيء معلومات معينة ما بعرف بس إنه بسياء الحكي هو عم بيقدم حالو إجا من رحم 17 تشرين مش هي طيب إذا إنت جيت من 17 تشرين اللي تعرض لانقلاب بالأسبوعين الأخيرين هي 17 تشرين فكيف إنت عم بتقول إنك إنت اللي تعرضت لانقلاب إنت عم تتعرض لانقلاب يعني يقال إنه هيدا ضغط أمريكي كان على الأرض لا إقالة الحكومة لأنه ما بدا أمريكا هيدا الحكومة بدا حكومة مستقلة بالفعل بكير بعتقد الحكي بهذا الموضوع هيك برأيك هيدا الحكومة إجيت مش هني بيقولوا هني ارتدوا يكونوا في دائيين أوكي هني ارتدوا يكونوا في دائيين لقلينا نشوف شو بيعملوا حل ما فيه الانهيار مكفي نعم وش والشاطر اللي بيسمد بأكل الخضيط شو بيديوه طيب تعتقد استاذ مونير ربيع أنه حزب الله وحلفائه عم بيرهنوا على الوقت يعني من هلأ لتشرين موعد الانتخابات الأمريكية طبعا إذا رجع ترامب نشوفه منحكي معه بالطريقة الموجودة صحيح وإذا راح ترامب منرتاح نحنا صحيح مية بالمية أساسا الاستراتيجية الإيرانية كلها قائمة على الرهن ورهن على الوقت على قدرة التحمل والصمود وقال سيد حسن نصر الله بأحد خطاباته أنه نحنا